السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو حكمل معكم شرح بقية دروس الوحدة الثالثة من كتاب الإنجليزي للصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الأول وبالمبدأ بالفيديو بتمنى من كل اللي بيشاهد الفيديو أن ينزل أسفل الفيديو واشترك معايا في القناة ونبدأ باسم الله بدرسنا اليوم والذي يتحدث عن Form, Meaning and Function المكون والمعنى والوظيفة وقبل أن أبدأ بشرح الدرس سأضع لكم أهداف هذا الدرس Listen Goals أهداف الدرس Number one Use be going to for the future to talk about plans إذن نستخدم هذه العبارة في زمن المستقبل لنتحدث عن الخطط المستقبلية التي سنقوم بها وهنا به عبارة عن is وام وار يأتي بعدها going to Number two Use present progressive for the future arrangements أيضا سنستخدم زمن المضارع المستمر والذي صورته أن تأتي is أو am أو are وبعدها الفعل نضعف إليه ing أيضا في زمن المستقبل إن كنا قد نظمنا وخططنا لفعل معين ومؤكد أننا سنفعله في المستقبل Number three Make WH information questions correctly علينا أن نكون أسئلة تبدأ بWH وهي أسئلة إجاباتها عبارة عن معلومات بطريقة صحيحة Number four Use going to and will for future plans أيضا سنستخدم إما going to أو will للخطط أيضا المستقبلية نبدأ بالقاعدة الأولى والتي تتحدث عن future with be going to Use be going to for the future to talk about plans إذن كما ذكرت أننا سنستخدم هذه العبارة في المستقبل لنتحدث عن خطط سنقوم بعملها في المستقبل إذا كانت الجملة affirmative أي مثبتة فإنها ستكون على الشكل التالي I تأتي معها صورة be am وبعدها ستأتي going to للمستقبل يليها الفعل في صورته الأصلية بدون أي إضافة إذن سنقول I am going to travel to Jordan أنا سوف أسافر إلى الأردن أما الجملة المنفية فإنها ستصبح I am not دائما not تأتي بعد الverb to be تأتي بعد am أو إن كانت is أو إن كانت are ستكون I am not going to visit أنا لن أزور البترة إذا أردنا أن نكون أسئلة إجابتها إما yes أو no من عبارة be going to فإننا سنبدأ بصورة be والتي تناسب ضمير الفاعل المكتوب يليه ضمير الفاعل ثم going to وبعدها الفاعل بصورته الأصلية ونكمل الجملة إذن هنا Are you going to travel to Jordan هل ستسافر إلى الأردن Short answer positive أي إذا أردنا أن نجب إجابة قصيرة مثبتة نقول yes I am أما الإجابة القصيرة المنفية no I am not ننتقل إلى القسم الثاني من القاعدة والتي يتحدث عن information questions أي أسئلة إجاباتها تكون عبارة عن معلومات وليست yes أو no ومن هذه الأسئلة هي الأسئلة التي تبدأ بwh أو لا تبدأ هنا مثلا ددينا what what هنا تعني إما ماذا what هنا بمعنى ماذا what are you going to do on your vacation ماذا ستفعل في عطلتك الإجابة I am going to travel to Africa إذن هنا نسأل عن ما الذي ستفعله في العطلة فاستخدمنا what when is he going to leave هنا when نسأل به عن الزمن أو الوقت متى هو سيغادر he is going to leave next week سوف يغادر الأسبوع القادم which countries هنا نسأل عن أي إذن which أي دول is he going to visit سوف يزور he is going to visit Tunisia and Morocco سوف يزور تونس والمغرب how هنا هاو نسأل به عن الكيفية how are we going to go كيف سوف نذهب we are going to go by plane سوف نذهب بالطائرة where هنا نسأل بها عن المكان where am I going to stay أين سوف أمكث you're going to stay in a four-star hotel سوف تمكث في فندق أربع نجوم who هنا نسأل بها عن الشخص من هو الشخص who is going to travel with them من الذي سوف يسافر معهم they're going to travel with friends إذن سيسافرون مع أصدقائهم how long how long نسأل بها عن المدة الزمنية how long are they going to stay إذن كم هي المدة التي سيمكثون بها هناك they're going to stay for a month لمدة شهر كامل ننتقل إلى position of adjectives موقع الصفات الصفة دائما تأتي إما قبل الموصوف أي قبل الاسم الذي تصفه أو بعد verb to be verb to be هو إما is أو are أو an هنا لدينا الجملة Antarctica is an exotic place إذن هنا الصفة exotic جاءت قبل الاسم place ووصفته Antarctica هي مكان غريب إذن وصفنا المكان بأنه غريب وجاءت الصفة قبل الاسم الموصوف أما هنا Antarctica is exotic إذن هنا جاءت الصفة بعد الverb to be ننتقل إلى حل التمارين الخاصة بهذه القاعدة complete the article أكمل هذه المقال use the adjectives in the box واستخدموا الصفات الموجودة في هذا الباكس لدينا الصفة coastal أي ساحلي dense كثافة fertile خصبة humid رطب local محلي tropical استوائي المقال بعنوان جازان جازان in south western Saudi Arabia جازان هي في جنوب غرب السعودية is a coastal city on the red sea هي مدينة ساحلية على بحر الأحمر it is the capital city of جازان province near the Yemen border هي عاصمة جازان وهي منطقة بالقرب من حدود اليمن although it is a small province برغم من أنها منطقة صغيرة it has a dense population of 1.5 million inhabitants إلا أنها بها كثافة سكانية تبلغ مليون ونصف من السكان the terrain of the region is varied consisting of mountains fertile plains coasts and islands إذن التضاريس في المنطقة هي مختلفة تتضمن الجبال والسهول الخصبة والسواحل والجزر جازان is famous for its local products especially its tropical fruits إذن الجازان مشهورة بمنتجاتها المحلية جميعها صفات خاصة الفواكه الاستوائية like mango, figs and papaya مثل المنغة والتين والبابايا the climate in the city of جازان is very hot and humid in the summer while temperatures in the mountains to the north east are much cooler إذن المناخ في مدينة جازان هو حار ورطب في الصيف لكن درجات الحرارة في الجربال إلى الشمال هي باردة ننتقل إلى فقرة بadd the question words علينا أن نضف كلمات الأسئلة match the questions and the answers وبعد ذلك سنصل ما بين الأسئلة وإجاباتها أية حقيبة سوف تأخذ الإجابة الحمراء لأنها جديدة كيف سوف يسافرون الإجابة they're going to take a bus بالbus number three what is he going to do when he arrives ما الذي سوف يفعله عندما يصل الإجابة he's going to rest سوف يرتاح number four who are they going to write to لمن سيكتبون to their parents لوالدهم number five where are we going to stay أين سوف نبقى أو نمكث in a beautiful hotel في فندق جميل number six when are we going to get there متى سوف نذهب إلى هناك الإجابة they're going to arrive in the morning في الصباح ننتقل إلى بقية القاعدات سنتحدث عن present progressive أي المضارع المستمر وصورته أن تأتي إما is أو am أو are وبعدها الفعل مضاف إليه ing use the present progressive for actions happening now or for definite arrangements in the future إذن نستخدم هذا الزمن عندما نتحدث عن أحداث تحصل الآن وفي هذه اللحظة أو عندما نخطط ونحدد أشياء سنفعلها في المستقبل وتكون مؤكدة الأمثلة my friends are waiting for me at the airport هنا صديقي ينتظرني في المطار هو شيء يفعله الآن وفي هذه اللحظة what are you doing now ما الذي تفعله الآن إذن استخدمنا الverb to be وبعدها الفعل جاء مضاف إليه ing my friends are arriving tomorrow إذن هنا زمن مستقبل شيء مؤكد أن أصدقائنا سيصلون غدا فاستخدمنا به زمن المضارع المستمر what are you doing tonight ما الذي ستفعله الليلة إذن تخطيطنا للليلة سيكون شيء مؤكد ومنظم ننتقل إلى future with going to and will إذن دائما زمن المستقبل نستخدم به إما going to أو will كلاهما لهما نفس المعنى لكن going to نستخدمها في الأحداث المستقبلية المؤكد أن نفعلها أما will فنستخدمها في الأحداث المستقبلية التي ربما سنفعلها use be plus going to to talk about plans إذن نستخدم هذه الصورة تأتي بي وهي إما is أو am أو are بعدها going to لنتحدث عن الخطط المستقبلية use will plus maybe, probably for uncertain or indefinite plans إذن نستخدم صورة will ومعها كلمة maybe أو probably وتعني ربما للخطط الغير محددة والغير مؤكدة الأمثلة what are you going to do on your vacation ما الذي ستفعله في عطلتك I am going to travel to Europe إذن هنا أكدنا أننا سنسافر في العطلة إلى أوروبا فاستخدمنا صورة be going to وبعدها الفعل يأتي بدون أي إضافة بصورته الأصلية I am not going to travel this year أيضا أنا متأكد أنني لن أسافر هذه السنة فاستخدمنا أيضا عبارة be going to المنفية where will you stay أين سوف تمكث maybe I'll stay with friends إذا هنا لسنا متأكدين ربما أننا سنمكث مع أصدقاءنا I probably want to stay in a hotel أنا ربما لن أمكث في الفندق إذن هنا أيضا حدث غير محدد وغير مؤكد فاستخدمنا في زمن المستقبل well ننتقل إلى time expressions for the future إذن أوقات التعبيرية عن المستقبل إذن هناك عبارات إذا وجدناها في الجمل فإننا نتحدث عن المستقبل مثل ماذا؟ tomorrow night I am leaving tomorrow night إذن أنا سأغادر ليلة الغد this year we will go on vacation to العلا سعوديا رابيا هذه السنة سوف نذهب بعطلتنا إلى العلا في المملكة السعودية إذن عبارة this year أيضا تدل على المستقبل they are flying to عمان on Thursday on Thursday القادم إذن هم سيسافرون إلى عمان يوم الخميس القادم hurry they will be here soon أسرعوا سوف يكونون هنا قريبا أيضا عبارة soo تدل على المستقبل I am meeting here in an hour أنا سوف أقابلها خلال ساعة قادمة إذن هنا أيضا in an hour تدل على المستقبل we will set examination next month سوف نقوم بالامتحانات الشهر القادم أيضا عبارة next month تدل على المستقبل ننتقل إلى حل الفقرات التي تتعلق بهذه القاعدة complete your schedule for next Saturday أكمل جدولك ليوم السبت القادم then ask and answer questions with a partner وبعد ذلك اسأل واجب مع صديقك try to arrange a time to meet and do homework together حاولوا أن تنظموا الوقت لتتقابلوا وتقوموا بحل واجباتكم مع بعضكم البعض what are you doing at two o'clock next Saturday ما الذي ستفعله في الساعة الثانية يوم السبت القادم I am getting a haircut أنا سوف أذهب للحلاق لأقص شعري how about you ماذا عنك أنت إذن هنا علينا أن ننظم جدولنا ما هي النشاطات التي سنقوم بها ومواعيدها وهنا جدول صديقي وأيضا ما هي النشاطات التي سيقوم بها ومواعيدها يعني في الصباح أنا ربما سأقرأ كتابا في الساعة السادسة حدث غير مؤكد استخدمنا بها إذن في الظهيرة أنا سوف ألعب ألعاب الجيمز في الساعة الثالثة في الظهيرة in the evening في المساء maybe I'll visit my cousins at nine o'clock أنا ربما سأزور أولاد عمي في الساعة التاسعة أما بالنسبة لجدول صديقنا in the morning maybe I'll go shopping at seven o'clock ربما سأذهب للتسوق في الساعة السابعة صباحا in the afternoon في الظهيرة I am going to study for exam at two o'clock أنا سوف أدرس للامتحان في الساعة الثانية في الظهيرة in the evening في المساء I'll probably watch TV at ten o'clock أنا ربما سأشاهد التلفاز في الساعة العاشرة مساء هنا أيضا نموذج آخر لحل هذا السؤال ننتقل إلى فقرة D look at the expressions in the box انظروا إلى هذه التعبير الموجودة في البوكس work with a partner اعمل مع صديقك ask and answer about their future plans اسأل وأجب عن خطتهم المستقبلية use going to and will واستخدم إما going to أو will where are you going to do on vacation this year أين سوف تذهبون بعطلتكم هذه السنة I'll probably go to Dubai how about you أنا ربما سأذهب إلى دبي ماذا عنك أنت I am going to visit my grandparents أنا سوف أزور جدّي هنا لدينا كلمات مثل tomorrow غدا this week months year إذن هذا الأسبوع هذا الشهر وهذه السنة tonight الليلة next month year Tuesday إذن الشهر القادم السنة القادمة ويوم الثلثة القادم soon قريبا on the weekend في نهاية الأسبوع إذن جميعها عبارات تدل على الزمن المستقبل ممكن أن نسأل ونقول what are you going to do tomorrow ماذا ستفعل غدا I am going to visit my aunt سأزور خالتي what are you going to do this week ماذا ستفعل هذا الأسبوع I'll probably go to village ربما سأذهب إلى القرية what are you going to do this month ماذا ستفعل هذا الشهر I'll probably buy a new PlayStation ربما سأشتري PlayStation جديد what are you going to do this year ما الذي ستفعله هذه السنة I probably travel to Spain ربما سأسافر إلى أسبانيا وهنا أيضا نماذج وأسئلة أخرى تدل على المستقبل استخدمنا بها هذه الأزمنة والآن وصلت إلى نهاية هذا الفيديو ونهاية الدرس إذا عجبكم الفيديو واستفدتم منه انزلوا أسفل الفيديو وتعطوا على الزر اللايك لا تنسوا أن تشتركوا معي في القناة وتفعيلوا جرس التنبيه وشكرا ترجمة نانسي قنقر